معطياتك كل اثنين نايلة صليبي اللي بتحكي كتير اهلا وسهلا فيك نايلة اليوم سنستبق شوي الحدث يوم 28 كنون الثاني يناير هو اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية الخصوصية احترام البيانات كل ما بدك احترام حياتنا الخاصة حياتنا الخاصة وبالتحديد المعطيات يلي يعني تعالج أليا يعني كل الخوارزميات كل البرامج اللي هي الذكية بين المزدوجين اللي هي بتجمع بياناتنا وبتستغلها لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى يعني وهل الجمع هيدا للمعطيات مش كل الأشخاص واعيين إلو يعني نحن بتعرفي عدة مرات بذقيق مومنت عدة مرات بديجيتال عدة مرات بإيميل إن كان أنا ولا الزميل ولاد عباس منحكي عن كيفية إنه بياناتنا خصوصيتنا إنه الأنترنت منه بيتنا منه داخل بيتنا الأنترنت منه يعني دفترنا لمسكروا بعدين ما حدا بتطلع عليه الأنترنت هو ساحة عامة هو مشاع هو كل الأشخاص فينو يفوتوا عليه قانونيا وغير قانونيا يعني نحن بياناتنا بياناتنا اللي بدنا نحطها على الأنترنت لازم نكون واعيين وين عم بتروح هلأ نحن حكينا عن قصة فيسبوك حكينا عن قصة جوجل بلس حكينا عن تويتر حكينا عن كل الشبكات الاجتماعية يعني في له أكتر من 146 حتى أكتر 160 شبكة اجتماعية يعني فينا نعتبرون شبكات اجتماعية بنحط عليهم بياناتنا بنحط عليهم صورنا بنحط عليهم حياتنا في عندك هالهاتف يلي أنا هلأ عم صور فيه باريسكوب باريسكوب يعني مثلا يلي كل الأشخاص هلأ كمان عم نحكي صلنا فترة أنا والمهندسة هنا قراملة عم نحكي عن الموضوع أنه المراهقين والشباب يلي عم استخدموا هالباريسكوب هيدا نعرف وين حد شو عم بيعملوا بغرف نومون شو عم بيعملوا وين هنه وين مقيمين إلى آخره ولكن هالمعلومات هيدا مين عم بيخدق هلأ مش بس هيك هيدا حكينا عنها بشكل عام وذكرنا فيها هلأ الأهم أنه نحنا أي خدمة منستخدمها على شبكة الانترنت إن كانت من البريد الإلكتروني للدخول إلى شركات الكهرباء للدخول إلى شركات البريد إلى الدخول إلى المصارف إلى الدخول إلى أي خدمة ذكية يعني اللي بنعرف هلأ أننا صرنا بحكومات ذكية صرنا هلأ بحكومات ذكية وصرنا أنه حقيقة يعني هوني ما عم نحكي عن الفلوس عم نحكي عن البيانات يعني اسمك عنوانك تاريخ ولادتك وينك مقيمة شو هوياتك شو دينك شو يعني شو توجهاتك السياسية إلى آخر عمل استخباراتي يعني مش عمل استخباراتي نحنا نحنا منحطهم هنا نحنا أحيانا نضعهم على الشبكة في من يستغلهم فنحنا لازم نكون وعيين لما نحنا عم نحط هالمعطيات هيدا الخصوصية تبعيتنا لما نكون عم نحطها نحنا على الشبكة لخدمة معين نكون عنا فيه ثقة هوني فيه ثقة هالثقة هيدا مش لازم تكون عمياء يعني لازم نحنا نعرف هالبيانات اللي نحنا عم نحطها لخدمة معينة وين عم بيروحوا كيف عم بيستغلوا مين عم بيستغلهم بأي طريقة عم تستغل مين عم بيعملهم فرز يعني من هو الشخص يلي أو مثل مع الارغوليثم أو المطياء أو الأجهزة الآلية اللي عم تاخد هالمعلومات هيدا وهالبيانات هيدا وبتتقطعها مع بعضها بيعرفوا كل حياتك الشخصية يعني وكيف بعدين بيستخدموها لأي استخدام وهيدا المستخدم لازم يكون واعي أنه هيدا خرق لخصوصيته خرق لحريته هو فهوني كمان في هلأ جنات حكيتي عن البرايفاسي داي البرايفاسي داي أمر كتير مهم بأوروبا بأوروبا ليش؟ لأنه مجلس أوروبا هو يلي قدم هالفكرة هيدا وهو كان بلش أول نهار بسنة سنة الألفان وسبعة ولكن الفكرة كانت موجودة باتفاقية ستراسبورن عمل السنة الواحدة وتمانين لحماية المعطيات والخصوصية لكل دول أوروبا يعني السكان دول أوروبا المواطن الأوروبا لازم يكون واعي أنه هو عنده معطيات وخصوصية إلى حماية ولكن أكيد دائما للقانون في حدود لما تكون فيه عندي قصة الأمن وإلى آخره إلى آخره بنعرف نحن هلأ بأي وضع العالم ولكن لازم نكون يعني الفكرة من وراها النهار هيدا أنه الناس تكون واعية أنه نحن لما منحط اسمنا وعنواننا على الأنترنت وين عم بيروح وخاصة هلأ في عنا ما يسمى بالكلاود ما يسمى بالمعلوماتية السحابية ما بنعرف وين الخوادم ما بنعرف وين هالبيانات عم بتروح بها الجو وبعدين فيه شغلة تانية من خلال الديتا برايفوسي اللي عمل الأنون الفرنسي الأوروبي ومنها الأنون الفرنسي اللي حريت حق الإنسان اذكرت ما بارف إذا كان معك ولا مع حنان نحكينا عن قصة جوجل أنه كيف جوجل تراجع عن قضية أنه فيه مواطن اسباني دايما بس يعملوا ريسيرتش على جوجل بيطلع اسمه أنه فمن هون كمان فينا نقوله أنه الشركات الكبرى عادة فيك الطلبية فيك تقليلة أنه نحنا بديك تشليلي أو تسحب أو تمسح هالبيانات هايدي وما تخليها ظاهرة على الانترنت أو أنك إذا أنت كشركة عملاقة انترنت شو عم تعمل بالبيانات تبعيتش شو عم تعمل فيها شو عم تاخد فيها بالنسبة إليك نيلة بالنسبة لهذه يعني اليوم اللي عمين تحضر له أهم أهم نصيحة بتأدميها هي كيف حماية بس شو يعني هي النصايح كيف بيلجأ يعني النصايح كيف بيحما حاله النصايح صرنا آيلينا كيف بيحما حاله المستخدم عادة في شغل اسمه شروط الاستخدام شروط الاستخدام ولا مرة بنقرأها فهيدي شروط الاستخدام تطلعوا عليها وبعدين لما تكونوا عم بتحطوا يعني انتمهم مثلا تحديد الموقع الجغرافي بأجهزتكم شلوة مثلا لما تكونوا عم تنشروا على أي موقع لو كان شرباكات اجتماعية أو حتى موقع انترنت بيعرفوا انتم بالآي بي طبعكم وينكن انتم فكل هالأمور هايدي يعني المستخدم ما عنده قدرة تقنية انه يوقف السرء أو النهب للمطايات طب وانا ولكن عنده الذكاء وعنده الأدوات انه يروح يسأل هالمؤسسة هايدي انت عشان بتعمل نوعيين للموضوع هيدا احيانا نيلة تمنعنا بعض البنود ممكن من دخول بعض المواقع تجبرنا على اننا نقدم بعض البيانات طبعا طبعا لما يكون عندنا عم تاخد خدمة ولكن قبل ما تاخد هالخدمة فيه شروط استخدام تطلع على شروط الاستخدام لازم يقراها يطلع عليها وحتى احيانا يعني ياخد وقته قبل ما يعطي المعطيات ويعطي البيانات تابعوله ولازم يعني ينتبه انه يكون فيه وعي هلأ بعرف انه بالبدالة العربية بعد ما عنا هالقدرة هيدا ولكن لازم المواطن يكون عنده وعي ويروح يطالب المسؤولين يقولون يا يا اشخاص انتوا شوفوا فيه معاهدات فيه قوانين تحمي تحمي المعطيات وين صرتوا فيها وكيف فينا نحن نحمي حالنا يعني فيه تعاطي انه الوحيد المواطن اللي فيه تحمي هي ما فيه نقول فيه نقول قانون يعني القانون الوحيد اللي فيه يحمي المواطن ولكن اذا القانون كانت كانت هي القانون اللي عم بيينها بالمواطن هون ما فينا نعمل شي ولكن الوعي لهالموضوع هذا الوعي للناحية القانونية الوعي لناحية الاستخدام يكون فيه يعني اقل ممكن من بيانات تطرح على الانترنت وحسو تخصصي حلقة لهذا الموضوع اكيد رح نخصص حلقة ديجيتال هالأسبوع يوم السبت عن الموضوع ونهار الـ 28 يعني بيكون الخميس رح يكون كمان إيميل مخصص للـ privacy day طبعا فينا هون نكون مثل ما عبقول مختلف تماما عن قضية قصة مثلا الانترنت لأشياء المتصلة يعني بنعرف نحنا أنه كل بيانتنا موجودة إلى آخره ولكن هالأمور هاي دي كلها فينا نجمعها كلها تحت حماية حياتنا الشخصية شكرا شكرا بحميه دايما يا نايل أصلا